السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون الطرح باستعمال خط الأعداد للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني فكرة الدرس استعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح استعمل خط الأعداد لأطرح ابدأ بالعدد تسعة مثلا عندي تسعة ناقص ثلاثة نبدأ بالعدد هذا هو الأكبر ثم نعد تنازليا بمقدار واحد ثلاث مرات ليجد ناتج الطرح يعني هنا يكون مسار هذا الخط إلى اليسار اتحرك الخطوات إلى اليسار نرجع إلى الوراء هذه فكرة هذا الدرس نبدأ بفقرة أتأكد استعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح ثمانية ناقص اثنين نبدأ بالتراجع خطوتان من الرقم ثمانية هذا ثمانية رجعنا خطوتين وصلنا إلى الستة إذن الناتج بيكون ستة سؤال اثنين نفس الفكرة عشرة ناقص ثلاثة نبدأ من العشرة ونرجع إلى الوراء ثلاث خطوات واحد اثنين ثلاث إذن الناتج يكون سبعة سؤال ثلاثة خمسة ناقص واحد نبدأ من الخمسة نتحرك فقط خطوة إلى الوراء وصلنا إلى الأربعة إذن الناتج يساوي أربعة ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية تدرب استعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح خمسة ناقص ثلاثة طبعا الجواب اثنين بإمكاني أطبق على خط الأعداد هذه خمسة نرجع إلى الوراء كم خطوة؟ ثلاث خطوات واحد اثنين ثلاثة هذا العدد اللي وصلنا إليه هو الناتج أيضا ثمانية ناقص واحد هذا هو الثمانية ناقص واحد نرجع إلى الوراء خطوة واحدة العدد اللي نوصل إليه هو الناتج أيضا عندي عشرة ناقص اثنين هذا هو العشرة اتحرك خطوتين إلى الوراء واحد اثنين وصلنا إلى الثمانية إذن الناتج يساوي ثمانية وهكذا أيضا عندي السبعة ناقص ثلاثة هذا هو السبعة نبدأ من السبعة نتحرك ثلاث خطوات بهذا الشكل إذن الناتج أربعة احدى عشر ناقص اثنين هذا هو احدى عشر خطوتين إلى الوراء واحد اثنين إذن الناتج يساوي تسعة أربعة ناقص ثلاثة هذا هو الأربعة تحرك خطوة إلى الوراء أو ناقص ثلاثة ثلاث واحد اثنين ثلاثة إذن الناتج يساوي واحد سبعة ناقص اثنين هذا هو عندي السبعة ناقص اثنين نرجع خطوتين إلى الخلف إذن الناتج يساوي خمسة تسعة ناقص واحد هذا هو عندي تسعة ناقص واحد يساوي ثمانية اثنى عشر ناقص اثنين نبدأ تنازليا احداش عشرة إذن الناتج يساوي أشرة هذا بالنسبة إلى الأسئلة من خمسة إلى ثلاثة عشر ننتقل الآن إلى ملف البيانات يمتاز الحصان العربي بالجمال والشجاعة والرشاقة فضلا عن الوجه الصغير الجميل والعينين الواسعتين والأذنين الصغيرتين في أحد الحقول اثنى عشر حصانا ثلاثة منها بنية اللون ما عدد لحصنا غير البنية طبعا هنا لازم نقول له اثنى عشر ناقص الثلاثة البنية نبدأ العدد تصاعديا أو تنازليا من العدد اثنى عشر احداش عشرة تسعة اذا اللحصنا غير البنية عددها تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة